يعني قاعدين نسولف وقاعدين نتكلم عن هذا الموضوع تحت الحوام مع ضيفنا في الستوديو لأستاذ عبدالله مساعد العلي رئيس المجلس إدارة النادي كويت للرياضات الإلكترونية وقاعدين نسأل عن هذا الموضوع بما أنه يديد ولا يزال جديد على الساحة ولا تزهماك الأسئلة العديدة عن هذا الموضوع وشيء رحب فيك في برنامج العالم هذا الصباح أهلا وسهلا فيك صباح الخير ومشكورين على الصلافة ما قصدرته يعطيك العافية ومعكش صرف لنا خلينا نوضح للسادة المشاهدين شنو هذا النادي متى بدت الفكرة ومتى تم تأسيسها وشنو الهدف اللي تطمحون له ممتاز هو النادي تم شهاره في شهر ستة 2020 في عز الجاعها اللي هي جاعة كورونا والحمد لله صارت ميزة أن الناس كانوا بالبيت لأنه وقتها صح ومشاء الله يعني وصلنا عدد مشاركين فوق الألف مشارك في البطولات المحلية مشاء الله وصلنا تنسيق تقريبا سبع مضولات لليوم محلية أغلبيتها أونلاين وسويني تقريبا ثلاثة على أرض الواقع في صالة قاما قيم السالمية وردت الفعل صراحة جدا حلوة وهذا هو بالضبط ما يخص النادي خلنتكلم عن هذا النادي هو تحت مظلة أي اتحاد يعني نحن دائما عندنا مثلا في لعبات معينة تحت مظلة اتحاد مثلا قدم سلة طائرة يد إلى آخر هذا النادي تحت مظلة أي اتحاد وهو تحت الهيئة العامة للرياضة حلو نعم وهو النادي الوحيد بالكويت المتخصص بالألعاب الإلكترونية لذلك يعمل معاملة اتحاد لأنه ما في نادي يمارس الرياضة هذه نفسها طيب الشفاء العمرية حتى يمكن تحتلها وقاعد أقول لك أنا مثلا أخوي بالثلاثينيات يعني من الناس اللي جدا يحبون وأيضا ولد أختي اللي لا يسأل عمرهم بتسع سنين أيضا من الناس اللي جدا محبين لهذه اللعبة إذا نقدر نحن نقول الناس اللي تقدر أنها تقدم على مثل هذه البطولات شنو الفئة العمرية اللي تركزون علىها إذا كان فيه وشنو اللي اللي نقدر نقول بعد صغير يتهيأ علشان يدخل مثل هذه العمس أنت شرحتي مثل ما تقول المثال الصح من ثمانية لحتى الفوق الثلاثين ممتاز طبعا كل عمر لعبتها الخاصة ولكن احنا نشوف حين يعني عقوبها تقريبا عشر تشهر لاحظنا أن لعبة فيفا اللي هي كرة الغدل سواء كانت بالبلايش تيشن ولا الأكس بوكس ولا البي سي هي اللي مثل ما تقول أكثر شعبية طاغية طاغية بالكويت لأن احنا شعب يحب كرة الغدم وبالعكس يعني تلاقون جميع العمار يحبون هاللعبة هذه فالأخو الصغير يلعب ويلعود صح صح والعام يلعب مثلا ويلد أخوه فحتى من حق البدارس احنا نشجعهم منهم يسوهم بطولات لهم علاقة في لعبة فيفا حلو طيب أنت حين هذا التوجه أو هذا اللي لمستوه خلال عشرة شهر هذه أن لعبة فيفا هي أكثر لعبة أنتو شنو تضيفون للعب أنتو شنو تعطون اللعب يعني احنا دائما لما نقعد مثلا طبعا هو فيه اختلاف ها عشانس نوضح الصورة أكثر هناك من يقول لك مثلا لا تخلي الولد يلعب وايد بلاي ستيشن أو الألعاب اللي ذكرت هالأي سبوكس وآخر يقعدون ويجابون التلفزيون فترة طويلة في المقابل هذا نادي يعني مختص بهذه اللعبات فشنو اللي تضيفون لهم وشنو اللي يعني نقدر نقول التوجيهات اللي تأتي من عندكم لهؤلاء الشباب نحن المتاز وهو أول شيء أخوي بوشعود كل شيء زاد عن حد ينقرب ضده طبيعي أهي فيعني بكل شيء خير الأمور وسط صحيح حتى بالأكل ولا بشرب الماء لازم أن يوازن يعني صحيح فهي الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية لها أكثر من ميزة وفي أكثر من لعبة ممكن الواحد يعني يكون يميل حق مثلا للعاب استراتيجية وللعاب الرياضية اللي هي كرة الغدم ولها سلة فأحنا شنقول احنا ننصح أن الواحد يوازن يعني تلعب بوقت الفراق مثلا وتخصص لك مثلا وقت ساعة ساعة ونص حتى الغصة تلعب مثلا ويا ربعك ولا ويا أخوانك ولا حتى بالأولان وخلاص يعني تخليها حق فترة ثانية بحيث أن حتى نتريح عينك وتريح عصابك ولكن يعني عندنا صار عندنا أكثر من لقاء مع أولياء أمور ويسجدون عيالهم أكبر أهمهم كان أننا ما نبي عيالنا يقعدون مثلا خمس ساعات على الشاشة صح ولكن في شغلات ثانية أهم من الخمس ساعات جدام الشاشة أن الواحد واللاعب لما يلعب سواء بلاي شتيشن ولا بي سي اليوم الشعب كله قاعد يلعب أونلاين وقاعد يدخل أونلاين على دول ثانية قاعد يلعب مع ناس بالعالم كله صح فالأهم من هذا أنه يعرف ولده أو بنته قاعد يلعبون مع منه الرقابة صح وإذا حاطت هاتست أو هاتفون قاعد يكلم منه لأننا لا نعرف منه بالجهة الثانية سوون هذا النوع من التوجيهات إحنا الله سلمش بخلال بطولاتنا نستخدم بلاتفورم منصة إلكترونية فيها وعندنا منظمين مو بس ينرمون اللعب والإبراكت ومنه راح يلعبون منه لا يشوف الحوار ما بين اللاعبين سواء كان صوتي أو عن طريق الشات اللي هو الكتابة على حساس نتأكد أن كل الكلام اللي قاعد يكون يعني قاعد يندار بينهم يكون سليم وما في أي يعني تأثيرات خاصة الفترة الأخيرة يمكن أن نشوف في بعض التدخلات من ألعاب معينة أو من أشخاص معينة ممكن أنها ممكن أنهم يلعبون في مخ الطفل أو ممكن أيضا يوجهون لتوجهات غير سوية نعم أنا بسأل سؤال بسعد معني قبل لا تسأل أنا قاعدة طالة لأن الصور اللي قاعدين نشوفها مع السادة المشاهدين الحين والكلام اللي قاعدين نقول أن الولد مع أبو أو العم مع أولد أخو ما قاعد نتكلم عن البنات أستاذ هل هناك في فئة نسائية قاعدة تشترك هل هناك إقبال نسائي على مثل هذه الرياضة والله فيه صراحة فيه ولكن لأن الأغلبية خنقول شباب نشوف ونلاحظ أن الإناث حتى لو كانوا موجودين ما يبون يظهرون استحون لأن المكتسحين هما الذكور ولكن فيه خطة إن شاء الله قوية راح نعلن عنها هل الشهر إن شاء الله وراح تكون في لجنة لجنة المرأة لجنة نسائية يعني تخصصها شغلها الشاغ لأنها تشجع الفئة والشريحة هذه بحيث أن تكون فيه مشاركات زيادة وحتى على صعيد الألعاب يعني إحنا ودنا ندخر ألعاب ثانية تشجع الإناث يعني فيه وايد ناس مثلاً قاعدين من البيت ممكن أنها تلعب ومعندها مشكلة تلعب مع أخوها أو أولد ولكن ما فيه توجيه أو توعية على شنو اللعبة اللي ممكن تشدهم أثميناتهم يعني أمانة فيفا يمكن هذا الشي البنات يعني أغلب البنات أنا يمكن أن أتكلم لنا أنا موحيد مع الرياضة بس يعني فيه ألعاب أخرى ممكن أنها تشد النساء فيه أكثر من لعبة صحيح مهل من الآخر تتبعي البنات تدشون كل شي من الآخر قادرين إذا قادرين يدشون والله ما تمكنين يعني من قبل أيام ثنوية كنا نلعب فيفا والألعاب هذه المشهورة يعني من باب الهواية والبدوانية الحين الحين والله مراقب ومتابع شنو الألعاب اللي ديدة شنو المفيدة حلو بخصوص الألعاب اللي ديدة والمفيدة إقبال اللاعبين على فيفا من خلال هذا النادي ما فكرت أن مثلا يعني نقول إحنا نسوي لعبة يديدة كنادي لل اللاعب نفسه مثلا أختار مثلا كذا لاعب مميز عندي إش رأيكم مثلا نسوي فكرة لعبة يديدة والله بالعكس هذا هذا حلم لأن اليوم والله سلمك صانع اللعبة اللي هو البوبليشر مثل اي اي سبورت وتنسنت تسنت وريوت هذين لناس يعني صارت ميزانيتهم ميزانية الدولة وهم اللي يحطون القوانين باللعبة وهم اللي قاعدين مثل ما تقول يعني المستفيد الأول من اللعب الكرونية كلها بشكل عام فإذا كان عندنا احنا صانع لعبة من الكويت هذا حلم وفيه ما شاء الله فيه يعني فيه عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني كشركات أو أيضا كأفراد ممكن هم يساعدونكم في هذا الموضوع ويصنعون لعبة يديدة أيضا تنتشر إلى العالم صح طيب فيه بس دقطة أخيرة أنا ودي أتكلم عنها اختيار اللاعبين نعم احنا دائما نشوف ان منتخبات في أي لعبة اختارون النخبة من اللاعبين من كل نادي ومن ثم طبعا نسوي المنتخب ويشاركون في البطولات الخارجية صح في رياضاتكم في رياضاتنا الله سلمك عشان نشدي احنا نسوي البطولات كل دوري راح يكون فيها أبطال كل بطولة يطلع منها الفائز وهالفائز هذا راح ينحط في دورة الأبطال بحيث انه يصير بينهم تصفية ودايما الراكين مثل ما تقول قاعد يصير عليه أبديت هذه الشغلة والشغلة الثانية احنا بالنسبة حق المدارس قاعد نشغل على ورشات عمل وياهم ونعلمهم الزوايا المختلفة التي لها علاقة بالرياضات الالكترونية والمشاركات الخارجية قاعدتين من الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي للرياضات الالكترونية والحين همنا في خبر وايد حلو صاير اننا احنا هيتنا دعوة رسمية اننا نشارك في البطولات هذه الدولية والحمد لله الهيئة العامة للرياضة منقص روياننا وكلنا أمل وثقة ان اللجنة الأولمبية اهم راح تعطينا دعم معنوي بحيث ان بالمستقبل تكون عندنا مشاركات دولية نتمنى طبعا اكيد لكم كل التوفيق على هذه الخطوة وهذه الرياضة الجديدة واللي مثل ما نشوف وثما تفضلت حضرتك هناك اقبال كبير استاذ عبدالله مساعد العالي رئيس مجلس ادارة النادي الكويت للرياضات الالكترونية جزيل الشكر لك على وجودك اليوم معنا وعلى توضيح هذه الرياضة الجديدة للناس اللي حابة ممكن أن تطلع على مثل هذه الرياضة شكرا لكم إذن مشاهدين الكرام نأخذ هذا الفاصل ومن ثم لنعودة إن شاء الله